ماذا لما تشوفون حبايبي وماشاء الله هذا الذهب اللي طلعناه من الصخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي حياكم الله وصلنا في الموقع ماشاء الله ماذا لما تشوفون العروق نزلناها ولازلنا نزل من فوق ولله الحمد المكان تغير مثل ما شوفون لو تقارنون بالفيديوهات السابقة شوفون المكان ماشاء الله تغير الله مالك الحمد والمنة حاليا نرتفعوا ياكم في نفس المكان ماشاء الله حروق الذهب مكودة انا في ليبل هنركب وياكم يالله فيا كري بارك الرحمن لسيدي ماذا لما تشوفون شيبتنا موجود في نفس المكان وبقى فيكم ان شاء الله ترقبوا الجديد موركم طيبة حبايبي لا تنسونا بالدعم والاشتراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايبي ماشاء الله ماذا لما تشوفون صخور عروق الذهب واضح وضوح الشمس ماشاء الله تركيز عالي ولله الحمد واللي يشوف عنده في الأراضي سواء في السعودية ولا في المغرب ولا في موريتانيا والسودان ها نموع من العروق يبشر بخير خيرا كثير والله يغنيكم من فضل هاي العروق المركزة اللي نتكلم عنه ماشاء الله وهذا للعلم حبايبي ماشاء الله تبارك الرحمن حبايبي ماشاء الله شوفوا عرق الذهب هذا كيف ناضي ماشاء الله تبارك الرحمن هذا يشتبه فيه ان يقرأ خمسين وفوق قرام في الطن ولله الحمد والمنع ماشاء الله ماشاء الله تبارك الرحمن والأمور طيبة بنوافقكم إن شاء الله باليديد دعواتكم ولا تنسونا بالدعم والاشتراك حبايبي يعطيكم العافية ماشاء الله حبايبي وصلنا وياكم في قلب اليبل نفس المكان كلها عرق هذا هاي كلها عروق شوف عروق الذهب مرة مركزة هذي وصلنا لها حاليا ولله الحمد تبارك الرحمن ولله الحمد دليل واضح من عناوينا فقيل العرق ماشاء الله كلها عروق هاي ولله الحمد بنوافقكم وهنه الحمد لله كلنا العروق وبنستمرنا كل العروق هذا كامل هالخط كامل العروق الذهب طبعا نزلناه من فوق نزلنا العروق اللي شوفونا على هالبرد واللي تحت وفيناكم قبل شوفونا العروق هاي كلها عروق على هالتوازي كامل فنحن بعون الله نبقى ننزل ميتين متر تحت الارض ونفتح بيبان في اليبال من العروق اللي بنصادفهم إن شاء الله اللهم لك الحمد والمنى وبنوافقكم حبايبي باليديد ولا تنسونا بالدعم والاشتراك أذكركم لتعمل فايدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحجر هذا طالع من هالمنجم اليديد اللي شوفونا في نفس المكان ما شاء الله كله عرق هني جاسين ننظف عليه من هالصوب من هالامتداد كامل لين الخط الأخير وهذا كامل لازم ينشل كامل لين وانتسائر لين ما شاء الله ولله الحمد والعرق هو هذا عرق مركز والله الحمد مثل ما شوفون في ذهب في نفس المكان إذا تلاحظون عليه حقا لي عرق وبنراويكم إن شاء الله مثل ما قلت لكم الفحص فحص العرق بالطريقة البدائية على اساس على اساس يوم نشوف الذهب نضمن حتى لو ما نبقى نصير المختبر براية لأننا في الفحص البدائي رواننا ذهب يعني اللي علينا نستخرجهم ونطحنهم في نفس المكان وهذا للعلم بقى فيكم بالليديد إن شاء الله لا تنسونا بالدعم والاشتراك حبايبي 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 ما شاء الله تبارك الرحمن العرق ببدايته ما شاء الله شوفوا بعد كم مترين وشوية شوفوا ما شاء الله رمضاني تعرف عن الصخور شوفوا هذا كامل يقلك كامل عرق هذا كل عرق هذا كل من هني لين هني يعني شبر واحد العرق فينظف عليه على أساس يوم نكسره نحطهم في اليواني وإن شاء الله خير حبشروا بعزكم من هذا العرق وفيه عرق ثاني مختلط فيه بروا فيكم سلام عليكم حبايبي ياسين نكمل إياكم المشوار بتحميل عروق الذهب المركزة في نفس المكان اللهم لك الحمد والمنة مثل ما تشوفون هاي العروق اللي متواجدة في نفس المكان ياسين نحملهم عروق مركزة ولله الحمد وبنوافيكم إن شاء الله لا تنسونا بالدعم والاشتراك حبايبي على أساس يصلكم كل يديد واللي تعمل فايدة إن شاء الله موركم طيبة بنوافيكم إجراءات الطحن واستخراج الذهب من العروق هذه اللهم لك الحمد والشكر لا تنسونا الدعم على القناة واللايكات والنشر لتعمل فايدة سأستعلمون طريقة الاستخراج الذهب من الحجر ولا من العرق نفسه ما شاء الله حبايبي تبارك الرحمن حصلنا عروق ذهب ناضية في نفس المكان في موقع آخر ومنجم جديد اللهم لك الحمد والشكر والمنة شوفوا عرق الذهب على ما ظن ما مر عليكم نفس هالعرق في قناتي سواء في اليوتيوب ولا التيك توك هو الترقب الجديد والذهب باين في نفس المكان ولله الحمد شفتوا الذهب على ما ظن شفتوا الذهب ومياه اللمطار تساعد طبعا إن شاء الله شوفوا شوفون حبايبي الله يغنيكم ويكرمكم منوسع أبواب إن شاء الله والجماعة يحملون العروق في نفس المكان وبنوافيكم الفحص بالطريقة الفدائية تابعونا لتعمل فايدة وينشروا رحم الله والذيك ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله إياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله حبايبي مثل ما تشوفون عروق مركزة بحت مرة على ما ظن شوفون الذهب اللي فيه والبايرايت في نفس المكان ولله الحمد هذا العرق ما شاء الله فريد من نوعه شفناهم عند ناس تانين قبل والحمد لله الله وعلانا إياه والحين هذا من بعد ثلاثة متار ونص ونشتبه إنه يقرأ شيء ما بننخبركم حاليا لأن العرق يديد منطق يديد ومنجم آخر وإن شاء الله بنوافيكم بعد ما نختبر الحجر بالفحص البدائي بنراويكم إياه وإن شاء الله هالمرة بفاجركم إن شاء الله بحوصات المختبر لتعمل فايدة ولي شوف صخور مثل هذه فوق الأرض في وايد من الدول أشوف عندهم ما شاء الله صخور أبهروني يعني فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي حياكم الله اليوم قلنا نضرب تجربة وياكم في المكان اليديد ولمنجم اليديد قبل الخسائر قلنا خلنا نشوف عوق الذهب إذا تقرأ ولكيف قلنا الله الحمد حيا الله رمضاني شوش ماذا ما شوفون حبايبي نكمل وياكم المشوار بسم الله على برقة الله شوء الذهب إن شاء الله وياكم دعواتكم إذا طلع طلع وإذا ما طلع دعواتكم وإذا طلع بعد دع ما شاء الله ذاوية ما شاء الله تبارك الرحمن الذهب بذل ما شوفون حبايبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن نجحنا ولله الحمد وإن شاء الله تعمل فايدة على الكل هاي الطريقة البدائية بذل ما شوفون حبايبي هاي الطريقة البدائية والذهب واضح وضوح الشمس بسوي زوم عليه واضح وضوح الشمس ما شاء الله تبارك الرحمن الله يزيد يبارك الله يزيد يبارك هذا نتوقع يقرأ في الثلاثينات ولا الاربعينات. قرام في الطن يعني. هادي حتى لين ثمانية واربعين. ما شاء الله تبارك الرحمن. من سبع وثلاثين لين ثمانية واربعين. ودعوات كب حبايبي. دعوات كب. ولله الحمد. قلت لي يعني صبر. خلني سوي زوم على الاخر. ما شاء الله شوفون الذهب هذا. هذي نقعوتة تقدر لي ثمانية وتسعين. سبعة وتسعين ثمانية وتسعين. ماذا ما شوفون حبايبي. اكمل اياكم المشوار ما شاء الله. هذا الذهب اللي طلعناه من الصخر. من منجم يديد اليوم اول يوم شبدينا الشغل ولله الحمد. والامور طيبة. ودعواتكم حبايبي. ويزاكم الله خير. ولا تنسوا النا بتدعموا الاشتراك حبايبي. بتعمل كيف حيزا فيش اذا ابن. تلعي ننظفها شوي على ساس. احنا ما اظن وصلت الصورة. بوركم طيبة حبايبي. بنوافيكم بكل شي يديد ان شاء الله. بات حاتون. بوركم طيبة. تهالي بورك. اشتركوا في القناة.